اشتركوا في القناة الجنس وذكرنا أنه عند الاتحاد لا بد من توفر شرطين أولهم المماثلة والثاني التقابض في مجلس العقد والحالة الثانية عند اختلاف الجنس فإن التقابض هو اللازم فقط وأما المماثلة فلا تلزم نستكمل باقي مفردات ذلك الموضوع ونأتي إلى مصطلح المصارفة على شيء في الذمة مصارفة على شيء في الذمة بمعنى أن رجلا في أمريكا أخذ من شخص قرضا أخذ من شخص قرضا مثلا نقول ألف دولار فأتى هو وإياه ذاك أخوه أو ابن عمه أو زميله أتى للمملكة العربية السعودية فأراد أن يرد له هذه الألف الآن الألف هي في الذمة لماذا يقول المصارفة؟ لأنه هنا سيعطيه من عملة البلد فلن يعطيه هو يرد الدين ألف دولار بألف دولار وإنما سيردها بما يوازيها من الريال السعودي إذا سيرد له ريال سعودي هنا تمت عملية الصرف الدين هو في الذمة المصارفة لأنه سيعطيه مكان الدولار مكان الدولار ريال السعودي هنا تم الصرف فما هو العمل؟ هل يلزم أن يعطيه ألف ريال؟ عفوا ألف دولار هنا يأتي بالألف ويعطيه هي أو يكفي أن يعطيه بالريال السعودي نقول يكفي أن يعطيه بالريال السعودي لكن لذلك شروط وضوابط أولها أن يكون بسعر يوم القضاء يعني يعطيه من الريال السعودي ما يوازي الدولار الأمريكي في نفس اليوم فيصرف بنفس سعر اليوم يوم القضاء لا زمن الاقتراض لو افترضنا أن سعر الدولار نزل اليوم عنه قبل سنة فيقول لا أنا أعطيتك ألف دولار بسعر الدولار قبل سنة تعطيني ما كان يوازيه من الريال السعودي قبل سنة نقول لا لأنه تضمن الصرفا لا بد أن يكون بسعر يوم القضاء اللي هو اليوم اللي هو يوم القضاء بسعر يوم القضاء لا زمن الاقتراض الثاني أن يكون القبض قبل التفرق أن يكون القبض قبل أن يتفرق يقول أعطيك الآن مثلا لنقل ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريال سعودي أعطيك إياها اليوم حالا هذا هو سعر الصرف ويعطيك إياها الآن اتفقنا على القضاء الآن تفضل خذها لا أن يجزئها ولا أن يتفق وإياه ويرجئ ذلك وإنما يقول لو افترضنا أنه ليس عنده مال ليقضيه اليوم يقول أقضيك غدا بعد غد ونحو ذلك لكن ننتبه أنه سيكون بسعر يوم القضاء في الأيام المؤجلة فهذا موضوع المصارف على شيء في الذمة بإيجاز نأتي الآن لموضوع آخر وهو أنواع القبض وما زلنا في موضوع التبادلات النقدية القبض له حالتان أو نوعان أو صورتان إما أن يكون القبض حقيقي مناولة بالأيدي خذ الذهب وأعطني الذهب سلم واستلم خذ الخمسمائة ريال وأعطني إياها خمسمائات خمسمائات أعطيتك خمسمائة فئة خمسمائة وتعطيني خمسمائة فئة مئة سلم واستلم هذا يعتبر قبض حقيقيا مناولة بالأيدي هناك أنواع من القبض هو قبض حكمي وهي في الغالب من الصور الجديدة لو اشترى ذهبا من شخص قلنا فيما سبق يريد أن يشتري مثلا 20 جرام من الذهب بعشرة آلاف ريال نقول سلم العشرة آلاف ريال نقدا الآن حقيقي قال ما عندي له ليست في جيبي وإنما هناك وسائل أخرى لا يزم من خلالها أن أحمل الأموال في جيبي أو بحوزتي أو في سيارتي أو أجعلها في بيتي كالشيك والبطاقة ونحو ذلك هذا يعتبر قبضا حكميا نأتي لأنواع القبض الحكمي مثل الشيك العادي الشيك العادي تحرر شيكا باسم صاحب المحل يعطيك المال وتكتب هذا الشيك باسم صاحب المحل لأمر محل كذا وكذا للذهب والمجوهرات عشرة آلاف ريال وتوقع عليه ويصرف لهذا الشخص هذا شيك عادي يعني العميل هذا لا يدري هل له تغطية في البنك أو ليس له تغطية في البنك هل عندك في الرصيد عشرة آلاف ريال أو ليس عندك عشرة آلاف ريال ما حكم هذا الشيك اللي هو الشيك العادي هل يعتبر قبضا جائزا في مجلس العقد أو ليس كذلك اختلف العلماء لكن الأكثر إن شاء الله تعالى على أن هذا يعتبر قبضا في مجلس العقد لكن بشرط أن يكون في البنك في حساب هذا الرجل في نفس الحساب الذي حرر عليه الشيك عشرة آلاف ريال بما يوازي هذا أو مبلغ هذا الشيك فيه يعتبر قبضا صحيحا جائزا إن شاء الله تعالى النوع الثاني الشيك المصدق الشيك المصدق طلبه العميل من البنك يعني قال للصائق عشرين جرام من الذهب قيمته كم؟ قال عشرة آلاف ريال ذهب صاحبنا إلى البنك إلى المصرف وطلب شيكا مصدقا هذا الشيك المصدق مكتوب فيه اسم صاحب المحل أو المؤسسة التي اشترى منها الذهب وصدق من البنك هذا التصديق يتضمن حجز المبلغ اللي هو عشرة آلاف ريال لا يستطيع صاحب الحسابة يتصرف فيها هي محجوزة محجوزة لمن؟ للعميل عفوا للمسجل في المدون اسمه من دون اسمه في الشيك يعني يصرف للمستفيدة الأول لهذا الشخص طبعا ما حكم هذا الشيك المصدق؟ إذا قلنا بجواز الشيك العادي فمن باب أولى الشيك المصدق النوع الثالث والصورة الثالثة من الصور القبض الحكمي بطاقة الصرف الفورية البطاقة الاعتيادية الموجودة مع الناس وهو سحب فوري مباشرة لما تنتهي العملية تأتي رسالة في الغالب إن كان العميل وصاحب المحل والصائغ مسجن في هذه الخدمة يأتي رسالة تم إضافة المبلغ الفلاني وقبلها أتى أو في نفس اللحظة للعميل المشتري تم خصم عشرة آلاف ريال هناك تم إضافة عشرة آلاف ريال هذه البطاقات بطاقة الصرف الفورية تعتبر قبضا جائزا قبضا شرعيا صحيحا وهي من القبض الحكم بعد ذلك نأتي لمسألة شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية بالأوراق النقدية ذكرنا من قبل وأشرنا في الأمثلة المعروضة من قبل أن هذا جائز بشرط التقابض قبل قبل التفرق طبعا لو أردنا نرجع للدرس السابق لقولنا إنه إن الذهب مقابل الأوراق النقدية مع اختلاف الجنس فنشترط التقابض قبل التفرق فقط طبعا قد يقول قائل أني معي نصف المبلغ سأعطيه نصف المبلغ مثلا خمسة آلاف ريال وأذهب إلى البيت أو للبنك وأحضر خمسة آلاف أخرى ليعطيها إياه نقول لا لا تتم البيعة حتى تذهب أنت وتحضر الخمسة فتضيفها إلى الخمسة الأخرى فتصبح عشرة لتسلمها معا في مجلس العقد في وقت واحد فلا يجوز هنا تأجيل الثمن ولا بعض الثمن لا يجوز تأجيل الثمن ولا بعضه ولا بعض الثمن وهذا قد يحصل كثيرا ويتساهل كثير من الناس في هذه القضية ويظن أنه من باب الحجز لهذه البضاعة مثلا يضطي ثمانية آلاف يقول باقي ألفين أحضرها لك إن شاء الله مع السائق مع الإبن أحولها لكم حواله غدا أو بعد الغد لا يجوز هذا إلا ما يكتمل المبلغ فتنتظر حتى تكمله وتدفعه مرة واحدة مرتبط بهذه القضية قضية أخرى أيضا وهي مسأة بيع التقصيط هل يجوز بيع الذهب تقصيطا؟ طبعا ننظر هل المبلغ لأن لما يبيع الإنسان هذا الطقم بعشرة آلاف ريال مقصطة على ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر كل شهر ألفين ريال هنا ما الذي حصل عندنا؟ ما هو الشرط الذي انتقض؟ هو شرط التقابض في مجلس العقد نعم سيعطيه ألفين الآن هي المقبوضة وثمانية مؤجلة على مجالس أخرى وأشهر أخرى فلا يجوز بيع التقصيط هنا لماذا؟ لمخالفة شرط التقابض في مجلس العقد نأتي لموضوع آخر هو موضوع البطاقات المصرفية البطاقات المصرفية هي على نوعين بطاقات الخصم الفوري العادية البطاقات المعروفة عند الناس في جيوب الناس النوع الثاني بطاقات ائتمانية هذه تسحب من حسابك أنت الائتمانية هو كأنه قرض من البنك للعميل وهذه إما أن تكون محرمة ولها صور لها صور إما أن يزيد عليك مقابل ما يعطوك عند تأخر السداد أو تكون مقصطة وإذا زادت الأقصاط يزيد المبلغ وهذا كله محرم هي من البطاقات الائتمانية عند البطاقات الجائزة وهي التي لا تجتمل على الفوائد ربوية سواء تأخر العميل في السداد أو لو متأخر هي هي هذه جائزة من حيث هي والتعامل بها لكن هل يجوز استعمالها في شراء الذهب والفضة أو لا يجوز هنا يحصل عندنا إشكال وهو تأخر القبض تأخر القبض فهذا الصائغ الذي اشتريت منه أنت بهذه البطاقة من هذا النوع لن يصله المبلغ مباشرة وإنما سيتأخر ربما ساعات وربما أيام هنا لم يتوافر عندنا شرط التقابض في مجلس العقد فكان الحكم هو عدم الجواز نأتي لموضوع الحوالات المصرفية الحوالات المصرفية شخص يريد أن يحول مبلغا لشخص آخر ولنقل ألف ريال إن حولها في نفس البلد مثلا حولها ذهب للبنك الفلاني في مدينة الريال سيحولها لصاحبه في المدينة النبوية أو مكة أو جدة أو الدمام هذه الألف ستخرج لذلك الرجل وستصله ألف ريال سعودي في نفس البلد حول ألف ريال سعودي هنا من الرياض حولها لصاحبه في الدمام ستخرج ألف ريال سعودي هل في هذا إشكال؟ ليس في هذا إشكال إنما هي حوالة مصرفية حوالة تحويل مصرفية نهتمت من خلال المصرف إذا كانت الحوالة إلى بلد آخر ألف ريال سعودي من الرياض ستخرج مثلاً في مصر ستكون مثلاً لنقل عشرة آلاف أربعة آلاف جنيه ستكون مثلاً أربعة آلاف جنيه الآن صار في صرف لأنها حولة البلد آخر طيب ما هو الحكم هنا؟ ما هو العمل؟ هل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ لأنه الآن صار عندنا صرف وتحويل هنا قال العلماء إنه لا تتم ولا تجوز هذه الحوالة المصفية إلى بلد آخر إلا هي أولاً لا بد أن يكون فيها صرف ثم حوالة هذا الصرف يشترط فيها التقابض اشترطنا من قبل اختلاف الجنس المماثلة ليست بلازمة وإنما يشترط عندنا التقابض طيب أنا ما قبضت شيئاً قال العلماء إن العميل لما يذهب إلى المصرف ليحول هذه الألف ريال إلى مصر فإن عملية الصرف تتم من خلال المصرف والأوراق التي يوقع عليها العميل لإجراء هذه العملية وإتمامها هي تقوم مقام الوكالة للمصرف بالصرف ثم التحويل ومن هنا قال العلماء إن هذه الحوالة المصرفية إلى بلد آخر جائزة وقضية التقابض المصرف صار وكيلاً عن العميل في القبر نأتي لموضوع آخر وهو الصرف بين فئات العملة نفسها التبديل الآن بين الفئة نفسها ريال سعودي مع ريال سعودي أي أن كانت الطريقة والأسلوب جنيه مصري بمثله ونحو ذلك هذه لها ثلاث حالات الحالة الأولى أو الصورة الأولى يكون معك خمسمائة ريال ريال سعودي تريد أن تصرفها لتكون معك بيدك خمسمائة أو عشر أو راقم فئة خمسين ريال هنا يشترط التقابض في مجلس العقد هذه خمسمائة هذه خمسمائة تفضل أعطني خمسمائة يشترط التقابض طيب إن لم يتيسر إلا بالشراء لا أستطيع أن أعطيك يعني اشتر مني وهذا محتاج لهذا الصرف قال اشتري منك هذا الشيء لبن بعشر ريالات فأعاد له أربعمائة وتسعين ريالا هذا أيضا جائز إن شاء الله تعالى قد يقول قال إن هذا الشراء هو من أجل الصرف لكن من بابي رفع الحرج على الناس فهذا الأمر أمر جائز إن شاء الله تعالى حالة ثانية أو صورة ثانية قد يكون معك خمسمائة ريال واشتريت بضائع بمئة ريال فقال العميل لك عفوا قال لك صاحب المتجر ليس عندي المبلغ كاملا ما عندي إلا ثلاثمائة ريال باقي لك مئة تأخذها غدا إن شاء الله تعالى ما الحكم هنا بتأجيل جزء من المبلغ المبلغ الشراء اللي هو المئة ريال هل نقول إن هذا من قبيل الصرف من قبيل الصرف فلابد أن يتم جميعه في مجلس واحد الصحيح أن هذا ليس من قبيل الصرف وإنما هو بيع وشراء وهذا المبلغ هو في ذمة صاحب المتجر الصورة الثالثة قد يكون عندنا صرف ويقول نعم سأعطيك خمس أوراق من فئة مئة وتعطيني خمس مئة من فئة خمسمائة ورقة واحدة تم الصرف بينهما بالكلام لكن قال ليست الأربعمائة معي عفونا خمسمائة فئة مئة معي الآن سأذهب وحضرها لك غدا وقل مثل ذلك في عملات أخرى هل يجوز هذا التأجيل والتأخير نقول لا يجوز لأنه أبرم العقد عقد المصارفة مع تأجيل التسليم والتقابض طيب ما هو المخرج المخرج أن يؤجل تأجيل تأجيل التعاقد كاملا ما هو تأجيل القابض نقول خلاص الآن ما تم بيني وبينك شيء غدا إن شاء الله تعالى تحضر الخمسمائة ريال فئة خمسمائة وأحضر أنا الخمسمائة ريال فئة مئة وننشئ عقدا جديدا ربما أنت أيضا طرأ في بالك ألا تصرف لا تقبل المصارفة هذا شيء راجع لك فنؤجل عملية والتعاقد كاملا لحين توافر البدلين هل يجوز لأحدهما أن يشترط أن يشترط الإلزام بالمصارفة غدا بنانعليم يقول نعم سأحضره لكن غدا المصارفة ملزمة لك نقول لا يجوز لماذا لو اشترط الإلزام بذلك يعني اليوم اشترط أن يلزمه غدا بالمصارفة لقولنا إنكما أبرمتم العقد اليوم وأجلتما التقابض فالمخرج أن تؤجل عملية كاملة غدا إن شاء الله تعالى هذا ختام الحديث في موضوع التبادل بين النقود أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح إنه وري ذلك وقادر عليه والله تعالى أعلم وأعلى وأحكم وصل الله وسلم وبارك على أبد النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة